موسيقى مساء الخير من مأرب إلى الساحل الغربي كلما أطبق الجيش اليمني واللجان طوق على ما تبقى من نقاط غير محررة في مأرب أعاد التحالف والتابعون له حساباتهم على الجبهات الاستراتيجية الأخرى والحسابات لا تقف عند الانسحابات فقتل الأسرى ربما يعكس الكثير من تخبط تحالف شن الحرب بكل أشكالها على مدى سنوات وما عاد اليوم يملك حتى ورقة واحدة يفاوض بها أو على الأقل يحفظ ماء الوجه أمام واقع الميدان المشهد الميداني واليمني نبحثه ونحلله مع ضيوفنا في تغطيتنا اليومية المستمرة على شاشة الميادين مأرب تتحرر البداية نرحب بضيوفنا نرحب هنا في السيديو الميدان بمحل الميدان لشؤون الأمنية والعسكرية الجنرال شارل أبي نادر أهلا بك جنرال أهلا مرحبا الترحيب موصول بعبد الرحمن الأهنومي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الثورة للصحافة معنا من العاصمة اليمنية أهلا بك أستاذ عبد الرحمن وعلى أن ينضم إلينا في سياق الحلقة والتغطية عبد الله الشريف مدير مكتب الإعلام في محافظة مأرب سيوف يكون معنا من مأرب ولكن قبل أن نبدأ النقاش والحوار معكم وضيوفنا الأكارم نتوقف حول أبرز التطورات الميدانية فهي معارك عنيفة جدا نتدور حاليا بين قوات الجيش واللجان الشعبية وقوات الرئيس هادي المسنودة بطبيعة الحال بطائرات التحالف السعودي في مأرب مرسلنا أفاد بأن المعارك تتركز في منطقتين البور والإفليحة عند خط التماس بين مدريتي الجوبة ووادي عبيدة وذلك على وقع غارات مكثفة من طائرات التحالف السعودي على سلسلة جبال الإعيرث وهي آخر جبال مدرية الجوبة الأعلام الحربي اليمني عرض مشاهد لعملية ربيع النصر الثنين لتحرير سلسلة مواقع شبالية مدرية الجوبة جنوبية محافظة مأرب مدرية الجوبة هذا ووصف أنصار الله قتل التحالف عشرة أسرى من الجيش واللجان الشعبية بوحدة من أبشع الجرائم وأحمله التابعات قائلا إن مثل هذه الجرائم بالغة السوء والوحشية لا تسقط بتقادم الزمن وكانت لجنة الأسرى في حكومة صنعاء قد أعلنت أن من سمتهم مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في الساحل الغربي أعدم عشرة من أسر الجيش واللجان رميا بالرصاص واعتبرت ذلك تصرفا همجيا عدوانيا يتنافى مع أبسط الحقوق والأخلاق والقيم الدينية والإنسانية أبدأ معك أستاذ عبد الرحمن تحديدا من هذا المشهد في الساحل الغربي إعدام عشرة أسرى كيف يمكن التعليق عليه من منطلق بداية الصحافة يعني دائما محاولة التحالف السعودي قوات هادي عند خسارة الواقع الميداني اللجوء إلى ورقة الأسرى هذا يعني نقاط ضعف بالنسبة له ولذلك هو ما تبقى له ليقوم به بمجابهة الطرف الآخر طبعا يمكن قراءة الجريمة التي ارتكبها مرتزقة العدون في الساحل الغربي بإعدام عشرة من الأسرى في هذا السياق فعلا لكن أيضا لا ننسى بأن إعدام الأسرى تكررت خلال سبع سنوات من قبل منذ معارك 2015 التي حدثت في مدينة عدن قام هذا الطرف بإعدام الكثير من الأسرى وإخفاء الكثير أيضا وتصفيتهم داخل السجون والمعتقلات وحتى أيضا في تصفيتهم ميدانيا يعني هذه الجريمة هي تكرار أولا لما سبق وانعكاس للنهج الذي اتبعه هذا الطرف الذي يعتدي على اليمن طبعا بكل بشاعة وبكل جرم يعتبر إعدام الأسرى أولا في عرف القانون الدولي والمواثق الدولية محرم وفي نفس الوقت الشريعة الإسلامية أيضا في عرف القبائل اليمنية إعدام الأسير أو حتى الخصم بعد أن تتمكن منه يعتبر من جرائم العيوب السوداء أو جريمة عيب أسود تسمى في العرف القبلي ما قام به مرتزقة العدوان جاء على إثر الهزائم التي منيوا بها أو الإنكماش الذي حصل في الساحل الغربي والناتج عن الهزيمة في معركة الساحل الغربي لتحالف العدوان حاولت هذه الأطراف التي تقاتل في سوف تحالف العدوان أن تستعيذ الهزيمة التي انكشفت في الساحل الغربي بهذا المشهد الذي صورته كان هناك واضح أن هناك تعمد في تصوير الجريمة وفي أيضا نشر صور الجريمة وفيديوهات للجريمة التي قاموا بها وهذا يعني أنهم أرادوا من خلالها أن يكرسوا أو أن يصرفوا مشهد الهزيمة إلى مشهد الجريمة التي ارتكبوها بحق الأسرة في الساحل الغربي تحديدا تكررت هذه الجرائم من قبل مرتزقة العدوان وليست الجريمة الأولى التي حصلت بالأمس أو قبل أمس بل هي تكرار لنماذج سابقة في الساحل الغربي في معرب في عدن طبعا في كل الجباهات حدثت مثل هذه الجرائم هذا الطرف لا يتورع عن سفق دماء اليمنيين ولا يتورع عن ارتكاب أي جريمة بحق الأسرة وبحق حتى المختطفين الذين يختفون من الطرقات وبعضهم مرضى كانوا إما عن طريق مارب أو حتى عن طريق عدن حدثت الكثير من التصفيات لكثير من المسافرين وكان آخرها الجريمة التي هزت اليمن بخصوص التي تعرض لها الطالب السنباني قبل أسابيع وبالتالي نحن أمام نهج بشع وإجرامي يمارسه تحالف العدوان والمحسوبين عليه من الأدوات التي تقاتل في صفوفه في الساحل الغربي وفي غيرها أستاذ عبد الرحمن وهنا يطرح السؤال الأبرز بعد قليل سوف أستفسر منك ذلك دور الإعلام ولسي الإعلام اليمني والصحافة بنقل هذه الجرائم التي تقفز فوق كل الخطوط الحمر نتحدث إنسانيا شارعيا دوليا قانونيا وحتى أخلاقيا في هذه الحروب أعود إليك وأبدأ معك جنرال شارل فيما يتعلق يمكن من هذا المشهد بالساحل الغربي هناك انسحاب كان للقوات المشتركة منذ يومين لسيما نتحدث عن العامل الداعم الإماراتي من الساحل الغربي لليمن وخلط كل الأوراق السياسية والميدانية كيف يمكن أن نتحدث بطبعات هذه المعركة ما الذي يجري هناك تحديدا بالميدان وهذا الانسحاب ماذا يعقس من النتائج؟ مبدئيا ما حصل في الساحل الغربي له أكثر من بعد له بعد أساسي البعد الميداني والعسكري النتيجة هي نستطيع أن نحصرها في موضوع الانسحاب يعني منطقة كبيرة بطول تقريبا حوالي 100 كم على الساحل الغربي تم الانسحاب منها لم يتبقى حتى البخاء إلا حوالي شريط بطول 60 كم هذا الموضوع الآن متوقف بانتظار تطورات أو قرارات تتعلق به ربما بالمعركة ككل قيادة الجيش واللجان الشعبية النقطة المهمة في هذا الموضوع لها بعدان البعد الأول هو حسب المعطيات هناك انقسام هناك مجموعة كبيرة أساسية انسحبت دون أن تعطي يعني إعلان أو خبر أو إذن أو أي نقطة أساسية لها علاقة يعني الإفادة العسكرية لقيادتها أو للمجموعات المتحالفة معها والتي تقاتل معها على نفس الوقت هذا مؤشر جد حساس ودقيق يجب التركيز عليه لأن هذا الموضوع إذا حصل في جبهة مثل جبهة الساحل الغربي لها هذه الأهمية وهذه الحساسية هذا محتمل أن يحصل في جبهات أخرى ربما يحصل في مقرب ربما يحصل في المناطق المواجهة لتعز ربما يحصل في المناطق إذا كان هناك من هجوم أو فكرة مناورة أو تمدد لأجيش واللجان شعبية باتجاه أي منطقة ساحلية هذا الموضوع أصبح مرشح لأن يحصل هذا يدل أن هناك انقسامات بنيوية أساسية جنرال بتكامل المعارك هل هناك من تأثيرات لما حصل بمقرب على الساحل الغربي نحن نتحدث عن هذه القوات المشتركة التي تعيش نوع من الصراع يعني في أكثر من 31 لواء عسكريا موزعين على ما يسمى بحراس الجمهورية من هو تابع لطارق صالح وأيضا هناك العديد من مثل الحجري ألويات كنا نتحدث قبل قليل المقاومة التهمية كما تسمى وكذلك ألويات العمالقة هل هذا الانسحاب هو انسحاب تكتيكي يمكن الحديث عنه أو استراتيجي بمسار المعارك نتيجة ما جرى في مقرب والخوف من تكرار السيناريو طبعا هو ليس انسحاب استراتيجي ولا انسحاب تكتيكي هو حصل نتيجة الضغوط الأساسية المتعلقة بمقرب أولا هم يجاهدون طبيعة المعركة في مقرب يقارنون كيف يقاتل أجيش واللجان الشعبية هم أحسوا على الساحل الغربي أن هناك خطر عليهم استنادا للقدرات التي يشاهدونها أو يلمسونها في غير جبهات هذا من ناحية من ناحية أخرى إذا كان الانقسام هو في الرعاة الأساسيين إذا كان بين السعودية وبين الإمارات إذا كان حتى الانقسام بين الأمريكيين والسعودية في موضوع القرار استراتيجي المتعلق بالدعم بالأسلحة الهجومية فكان بالحريب المقاتلين على الأرض الذين لا يوجد لهم ظهر قوي يحميهم هم لا ثقة لهم بكيادتهم لا ثقة لهم بالقرار استراتيجي أو بالهدف أو بالمهمة هذا من الطبيعي ويضاف إلى ضغوط قوية يشاهدونها ويلمسونها من قدرات الجيش واللجان الشعبية هذا من الطبيعي أن يذهب بهم إلى موضوع الاستسلام أو الفرار أو الابتعاد عن القتال أو عن المواجهة خاصة أنهم يلاحظون إذا كان العنوان الأساسي هو إعادة الشرعية الشرعية هي تضرب وتقتل ويتم الضغط عليها في أماكن عدن في أماكن أخرى الهدف الرئيسي الأساسي الذي تجمع على أساسه هذه المرتزقة وهذه المجموعات كلها هو هدف أصبح ضائعا وأصبح سرابا من هنا لا يمكن أن يقاتل المقاتل أو الجندي أو ضابط على الأرض إذا كانت هذه النقاط الرئيسية الأساسية هي قد ضاعت ولم تعد هناك من تركيز أو من تكامل أو من تحالف على مستوى القيادات العليا تسمح لي على الخريطة لأننا نتحدث عن هذه المنطقة جنرال بشكل سريع تم الحديث يمكن أيضا أنه ممكن أن تذهب الأمور إلى معركة باب المندب وهذا ما أشعلت يمكن القلق الدولي وليس فقط نحن نتحدث عن إسرائيل عاشت هذا القلق وأيضا يقال في وساطة مصرية يتم الحديث عنها بما يتعلق بباب المندب والعمل الأساسي هو كذلك التخوف الأمريكي هل بالفعل ما وصلنا إليه من انسحابات ممكن أن ينذر بفتح معركة أساسية على باب المندب وأين أصبحت هذه القوات لأنه قال البعض أنها اتجهت نحو الخوخة أو المخة وصلت إلى المخة هي مازالت بعيدة عن منطقة الخوخة هي مازالت تقريبا في منطقة المتينة أو لم تصل إلى وحدات الجيش واللجان الشعبية لمنطقة المتينة يعني الحط الفاصل ما بين اللون الأخضر واللون الأحمر هذا هو الفاصل في النفوذ والسيطرة المتينة هو مرفأ صغير على البحر الأحمر ما زال مع وحدات العدوان هذه نقطة تعتبر خط تماس الآن بين التحيطة وبين المتينة نتكلم هناك مشكلة في الخرطة نتكلم أن هذه المنطقة الآن هي مرشحة لأن يكون هناك امتداد باتجاه المخة إذا تم التحرك من منطقة المتينة باتجاه الخوخة ربما يكون هناك اتجاه باتجاه المخة ولكن حتى الآن لا يبدو أن هناك قرار واسع لأن هذا الموضوع أنا بتقديري مازال يرتبط بمعركة مأرب بما أن الموضوع يرتبط بموضوع استراتيجي يتعلق بالمعركة استراتيجية الأساسية بمأرب أي وقوف الآن على هذه الخطوط أو على خط التماس الذي تكلمنا عنه بين التحيطة وبين المتينة هذا يعني أن لا قرار حتى الآن وأيضا هذه الجبهة تأثرت بالحديدة ومجرى تحديدا هنا هي امتداد لجبهة الحديدة والانسحاب هي المناطق التي تم الانسحاب منها توقفت وحدات الجيش واللجان الشعبية على هذه المنطقة توجه ساحلا بوصولا إلى المخة صحيح أي تقدم باتجاه بعد الخوخة هذا يعني أن هناك فكرة للتوجه إلى المخة والتوجه إلى المخة هو يعني من الناحية العسكرية أن هناك قاعدة عسكرية أو هدف للسيطرة على قاعدة العسكرية في المخة نتكلم عن ابتعاد بين المخة وبين باب المندب لا يتجاوز الخمسين أو ستين كيلومتر بمجرد أن يكون هناك وصول إلى المخة ربما نستطيع أن نفكر حينها بمعركة باب المندب أستاذ عبد الرحمن اسمح لي أن أعود إليك بشق أساسي فيما يتعلق لأننا نتحدث مع رئيس مجلس إدارة مؤسسة صحافة الثورة للصحافة نحن نتحدث اليوم عن الإعلام اليمني بما يرسمه لهذه الحرب بما ينقله عن واقع الميداني عن الواقع السياسي تطورات المشهد أي معوقات اليوم تضيق على هذه الصحافة وأي دور لعبه طيل السنوات الماضية منذ أذار عام 2015 بطبيعة الحال معوقات كثيرة التي تواجه الإعلام اليمني تحديدا وأيضا تواجه الإعلام حتى العربي الذي يهتم ويغطي الأحداث الجارية في اليمن وتحديدا الجرائم التي ارتكبها تحالف العدوان قد لا نستطيع الاتيان على كل المعوقات التي تواجه الإعلام اليمني اليوم بعد سبع سنوات من الحرب التي استهدفت في الأساس الشعب اليمني بكل فئاته وانتماءاته وأيضا البنية التحتية كان الإعلام له النصيب الأوفر من هذه البنية التي استهدفها وجعلها تحالف العدوان هدفا له وبالتالي أثر كثيرا نتذكر حجب البث وأيضا حجب المواقع وقرسنتها وإلى آخر كثير من الانتهاكات التي تعرضها الإعلام اليمني والتي تأثر بها فعلا في تعطيته للحداث أنا أردت أن أشير إلى بعض النقاط حول موضوع الساحل الغربي طبعا التطورات انتهت في منطقة الحيمة حتى أكون واضحا انتهت التطورات في منطقة الحيمة لم تحدث أي معارك في الساحل الغربي ما عدا بعض الاشتباكات التي حدثت الحاصل في الساحل الغربي أن هناك انهيار لقوة كانت متواجدة وممتدة إلى أطراف مدينة الحديدة وهي قوات العمالقة التي تقاتل فعليا في الميدان بخصوص طبعا الطرف المقابل لهذه القوة وهي قوات طارق صالح فهي قوات تشبه الظاهرة ليس إلا القوة الحقيقة هي قوات العمالقة والمكونة من سلفيين وقبائل من الصبيحة ومن غيرها والذين حشدتهم الإمارات إلى هذه المعركة منذ العام 2017 و2018 وحتى 2019 الذي حصل هو انهيار لهذه القوة لنتيجة لتراكمات امتدت منذ نهاية العام 2019 تمثلت في أولا الخلافة العاصفة التي حدثت داخل صفوف هذه القوات وأيضا الهزائم التي تعرضت لها على أيدي أبطال الجيش والجان الشعبية في معارك كيلو 16 وحتى في معركة المطار التي استمرت لأشهر وقتل فيها الكثير ودمرت فيها الكثير والعديد أيضا من الدبابات والمدرعات والأطقم والأسلحة كذلك معركة كيلو 16 فقدت فيها هذه القوات الكثيرة من القيادات العسكرية والكثير أيضا من العتاد العسكري هذه الهزائم التي تعرضت لها آنذاك وقبل توقيع اتفاق السويد انعكست في شكل خلافات عاصفة أولا داخل هذه القوات التي تسمى قوات العمالقة وهي قوات سلفية طبعا وبعضها محسوبة على القاعدة وعلى داعش حتى كثير من من يقود هذه القوات انخرطوا في تنظيم داعش وفي تنظيم القاعدة قبلها أيضا خلافات برزت بين هذه القوات وبين طارق علي عبد الله صالح أو طارق محمد عبد الله صالح أيضا هناك فصيل ثالث تقريبا وهو فصيل محسوب على الإصلاح علوية المقاومة التهمية أو ما تسمي نفسها علوية المقاومة التهمية هذه التناقضات بالإضافة إلى الواقع نتحدث عن عبد الرحمن حجري كلها تراكمت وانفجرت دفعة واحدة وتسببت في هذا الانهيار الذي شاهدناه هذه الأيام والانسحاب إلى حدود منطقة الحيمة في مديرية الخوخة تقريبا طبعا ليست هناك معركة من جانبنا في الساحل الغربي ولا توجد هناك معركة أصلا المعركة تحدث في معرب وما زالت مستمرة في معرب وقوات الجيش والجن الشعبية تخوض معركة استراتيجية الآن حول مدينة معرب ما حصل في الساحل الغربي كان تطور مهم جدا اعتقدته الإمارات والسعودية ولا ربما خطط لهذا الانسحاب لأنه شاهدنا قبل هذا الانسحاب زيارات مكثفة للمبعوث الأمريكي وأيضا لمبعوث الأمم المتحدة إلى عدن ولا ربما أتى إلى الساحل الغربي وشاهدنا تحركات حصلت على تلك الجبهة تحركات سياسية ربما كان هناك قرار بهذا الانسحاب لكن ما هو واضح أن التحالف أعمى حاليا يتخفض في قرارات لا تخدمه هذه النتيجة للهزائم التي تعرض لها في معركة الساحل الغربي بشكل عام وعنية معركة باب المندب هل لديكم أي معطيات استاذ عبد الرحمن؟ تبقى من محافظة معرب هل لديكم أي معطيات فيما يتعلق بمعركة باب المندب فيما بعد؟ نتيجة هذه التطورات في الساحل الغربي التطورات في الساحل الغربي توقفت لم تعد أي اشتباكات ولم تعد هناك أي تطورات في الساحل الغربي نعم لم تعد هناك أي تطورات توقفت أعتقد لي صباح اليوم أو بالأمس لم تعد هناك أي تطورات اسمحني أستاذ عبد الرحمن بأن نعود بشكل مباشر إلى معركة مأرب ونتحدث جنرال عن نشر اليوم وعرض مشاهد من قبل الإعلام الحرب اليمني لعملية ربيع النصر 2 تحرير سلسلة مواقع كما شاهدنا في هذه الفيديوهات لشمال مدينة الجوبة بجنوب محافظة مأرب أولا اسمح لي وهذا سأناقشه مع أستاذ عبد الرحمن بالمعنى الإعلامي لماذا يتم تحرير هذه المنطقة ويتم نشر هذه المشاهد بعد أسبوعين تقريبا أو بعد عشرة أيام يعني هذه الاستراتيجية المتبعة ويظهر العميد يحيى سريع للقاء وتسليط الضوء على أهمية هذه السلسلة أو أهمية هذه المناطق التي يتم تحريرها ما هو بالمفهوم العسكري هذا الإعلان أو هذه المشاهد بعد عشرة أيام وأسبوعين يعني بداية يجب أن يكون هناك توسيق للعمليات الحربية هذا أساسي الأعلام الحربي يوصق الأسباب في التوسيق هي أسباب تلاف الأخطاء أسباب العمل على تحسين نوع العمليات أسباب معرفة الاتجاهات التي كان يجب الانخراط بها أو المناورة حولها هذه نقاط تكتية أن يتم التأخير هناك أسباب عدة السبب الأول أن نحن نلاحظ أن أغلب العمليات يتمتد إلى فترة طويلة تقريبا تتجاوز أحيانا أشهر لا يمكن نشر معطيات ومعلومات عن المنطقة التي يكون هناك فيها العمليات قبل انتهاء هذه العمليات هذا من ناحية السرية ومن ناحية الأمن بعد انتهاء العمليات تقريبا في المنطقة الأساسية والتي هي مستهدفة أو يكون هناك مناورة لتحريرها أو لتجاوزها يكون نشر لهذه المعلومات لأنه إذا كانت العملية حتى إذا كانت بعيدة عدة كيلومترات أو عشرات كيلومترات عن منطقة العمليات لا يمكن نشر هذا الموضوع لأن الميدان اليمني أصبح مرتبطا ببعضه خاصة إذا لاحظنا أن المنطقة هي التي تم نشرها نتكلم في منطقة قريبة من جبل مراد حسب المعطيات التي نشرها الأعلام الحربي اليوم هي تقريبا في منطقة قريبة من هذه المنطقة منطقة جبل مراد نحن بعيدة الجبهة الآن حتى المنطقة الفلاج وحتى البلق الأوسط والبلق الشركي نتكلم عن مسافة حوالي 30 أو 40 كيلومترين هذه هي الأحداث حصلت منذ حوالي تقريبا الأسبوعين إذا كان هناك من نشر عندما بدأ هذه العمليات في منطقة جوبا طبعا هذا الموضوع سوف يعضي الإمكانية للعدوان أو للتحالف لكي يحضر في اتجاه المحور الذي يتم العمليات به هذا يعطي بعد لناحية السرية النقطة الأخرى هذا ما تحرير في المنطقة في 26 من 21 الماضي تحديدا نتكلم عن فترة سابقة السبب الآخر وفى أنه من الطبيعي الآن لأن معركة مأرب هي تقوم أيضا على موضوع الضغط النفسي على العدوان وعدد التحالف لذلك هم ينشرون طبيعة القتال القدرات التي تميزوا بها الجبال التي تجاوزوها لكي يعطوا رسالة مهمة للعدوان ولتحالف العدوان المرتزقة أن منطقة مأرب والجبال المحيطة بمأرب هي مصيرها كما مصير الجبال الصعبة التي تم تجهوزها من الأفضل الزهاب باتجاه تسويات من الأفضل الزهاب باتجاه المصالحات وهذه أيضا رسالة للقبائل أكثر منها للمجموعات المتشددة التي هي موجودة في مأرب حتى الآن والآن نتحدث عن تسويات ممكن أن تذهب إليها فيما يتعلق بالقبائل المتبقية صحيح كما جرى مع باقي القبائل مثل قبيلة عمرا أعود إليك أستاذ عبد الرحمن فيما يتعلق بالتوثيق والصورة هذه الحرب الإعلام الحربي بذهبه إلى هذا النهج إلى هذه المدرسة بتوثيق ما قام به من إنجازات عسكرية وميدانية كيف أثرت على مسار هذه المعارك على مصداقية الجيش اليمني واللجان الشعبية سيما نتحدث عن الحرب النظيفة في الحرب اليمنية التي خيضت من قبل الجيش واللجان الشعبية بالطبيعة الحال أولا كان الإعلام الحربي منذ العملية الأولى في 2015 والتي كان يتم أو نفذت باتجاه الحدود مع السعودية كان الإعلام الحربي جزء ولا يزال جزء من المعركة التي يخوضها الجيش واللجان الشعبية في جبهات عدة ومنذ ذلك الحين وحتى اليوم تطور الإعلام الحربي كثيرا وأصبح الآن لم يكن الجزء الأهم في المعركة إذا ما تحدثنا عن معركة مارب على سبيل المثال هناك أكثر من 400 كاميرا ترافق العمليات العسكرية التي تجري الآن وبالتالي أولا هي توثق وتثبت وتعكس مصداقية ما تقوله القوات المسلحة وتعلنه القوات المسلحة التي تعزز دائما كل أقبارها وبياناتها بالمشاهد وبالصور أيضا وفي نفس الوقت أيضا توثق الانتصارات وأيضا توثق لحالات الانهيارات التي تتعرض لها القوات المعادية في جبهات مارب الإعلام الحربي استطاع أن يمثل مدرسة كما ذكرتم فعلا في هذه الحرب واستطاع أيضا أن يقدم ما يجري في الميدان بشكل موثق ولم يحدث تقريبا في معارك كثيرة حدثت في غير اليمن وبالتالي ما يمثله اليوم الإعلام الحربي هو يمثل عاملا أساسيا من عوامل حسب المعركات حدثتم قبل قليل عن مسؤالة التأخير طبعا هناك عوامل فنية أيضا ولوجستية في الموضوع تأخير بث المشاهد نحن نتحدث عن معركة حينما يدخل المصور إلى مقدمة المعركة يحتاج إلى وقت حتى يعود ويتم نسخة هذه الصور والمشاهد ثم منتجتها ثم جمعها من كاميرات عديدة نتحدث عن أكثر من 400 كاميرا توثق هذه المعارك وبالتالي أيضا هذا العامل يجب أن يكون حاضرا في التحليل حول مسألة تأخير بث المشاهد التي تتعلق بالعمليات الميدانية وهو السبب الرئيسي طبعا في التأخير نعم أيضا الاستراتيجية التي يمشي بها الإعلام الحربي طبعا لا تنفذ أي عملية في أي جبهة سواء كانت مارب أو غيرها إلا هو الإعلام الحربي يعد جزءا من العملية يضع خطتها ضمن خطة تنفيذ العملية العسكرية ويقوم بتنفيذها ضمن تنفيذ الخطة التي توضع لاستعادة أي موقع أو معسكر أو غيرها وبالتالي نصل إلى حقيقة بأن الإعلام الحربي هو جزء من المعركة وهو الجزء الأهم طبعا لكونه يوثق هذه الانتصارات ويقدمها في شكل صورة ومشاهد أيضا نتابعها في كل العمليات أستاذ عبد الرحمن نتحدث كما ذكرت عن جزء أساسي بحرب الصورة والتوثيق ولسيما في الحرب اليمنية جزء من حرب المصداقية لهذا الطرف بما يقوم به من تحرير لأراضيه وأيضا جزء من الحرب النفسية بين الجانبين بشكل أو بآخر اسمحا لي أستاذ عبد الرحمن الأهنومي وكذلك جنرال شارل أبي نادر سوف نستكمل هذا النقاش ولكن سوف نتوسع أكثر بتطورات المجيات اللوجستية العسكرية الميدانية فيما يتعلق بجبهة مأرب ولكن نذهب إلى فاصل قصير مشاهدين الكرام من بعد نعود لمأرب تتحرر لا تذهب بعيدا لو سمحتم ترجمة نانسي قنقر من جديد أهلا بكم انسحاب القوات المدعومة إماراتيا من المناطق الجنوبية لمحافظة الحديدة جرى من دون علم قوات طارق صالح المدعومة من الإمارات في وقت تتقدم قوات صنعاء باتجاه مدينة مأرب شرقا المزيد من التفاصيل في هذا التقرير لأحمد عبد الرحمن تتقدم قوات صنعاء باتجاه مدينة مأرب شرق اليمن فتنهار قوات التحالف السعودي المدعومة إماراتيا في الساحل اليمني غربا وتنسحب فصائل منها من المناطق المحيطة بمدينة الحديدة من الناحية الجنوبية بشكل مفاجئ فصائل أخرى تصاب بالصدمة والإرباك فيتحسس طارق صالح الأمر قبل أن يبرر تلك الانسحابات بينما هو يخفي طعنة في الظهر لقواته ما أستجد اليوم أن هناك طعنات فعلا تعرض لها طارق عفاش وقواته من قبل قواته العمالقة وكذلك القوات التابعة للمنطقة الأربية السعودية أعتقد اليوم أن هذا أولا يكشف على تنامي الخلافات الإماراتية السعودية هذا ارتدادت أيضا على ما حدث في الساحل الغربي بعيدا عن اتفاق ستوكورم وبلا شكل لما جرى ارتباط أيضا في معارك مارب ما لم يقله بيان طارق صالح عن شعوره الدفين والعميق بالمؤامرة عليه مع قواته من وراء هذا الانسحاب أشار إليه بيان ما يسمى بالحراك التهامي المقرب منه والذي قال إنه تفاجأ بالانسحاب داعيا إلى التحقيق في العملية وهو ما كشفته مصادر الميادين وعززته مسارعة السفير السعودي إلى الالتقاء بالرئيس هادي واستجوابه في مقر إقامة الأخير بالرياض اليوم هناك تدخل سعودي في توجه لجندتهم بينما حيثم حاول الحفاظ على الولاء للإمارات وبالتالي كان من الطبيع أن يوصلوا إلى خلافات وإلى انسحابات وإلى ما يشهد اليوم من دربك في المشهد وهذه مسألة كانت وارده تطورات تشي بخلافات عميقة وحادة بين فصائل التحالف السعودي المدعومة إماراتيا في الساحل اليمني الغربي وتأتي بعد حملة إلكترونية ودعوات قادها وأطلقها سابقا ناشطون وصحفيون موالون للانتقالي طالبوا بعودة قواتهم من الساحل الغربي واتهام طارق صالح بتقديمها إلى الموت أحمد عبد الرحمن صنعاء الميادين نجدد الترحيب بضيفين الجنرال شارل أبي نادر وكذلك عبد الرحمن الأهنومي وينضم إلينا عبر الهاتف الآن عبدالله الشريف مدير مكتب الإعلام في محافظة مأرب معنا عبر الهاتف من مأرب أهلا بك أستاذ عبدالله إذا أمكن اطلعنا على آخر التطورات الميدانية التي تجري في مأرب ولسيما مأرب المدينة يعني بمحيط مأرب المدينة نعم أهلا بكم سواف القوات الجيش واللجانة الشعبية سأقدمها الميدانية باستجاه مدينة مأرب من ثلاثة استجاهات وباتت تطبيق الحصار على مجامع تزغط العدوان داخل المدينة من ثلاثة استجاهات ولم يتمقى لقوى العدوان سوى منفذ واحد والمنفذ الشرقي خلال اليومين الماضيين تحققت قدمات جديدة خصوصا في محيط البلق الشرقي والأوسط وهي سلسلة جبلية مطلة على مدينة مأرب وتمهد السيطرة عليها السيطرة على المدينة خصوصا أن هذه الجبل هي آخر جبل تطل على المدينة بعد تحرير مساحات واسعة من محافظة مأرب نحن اليوم باتت أكثر من 12 مديرية محررة بشكل كامل والمعارف تتجاه من ثلاثة المحاور على مدينة مأرب وبالتالي لم يتبقى من المعركة معركة تحرير محاوظة مأرب سواء القليل بعد إنجاز الكثير وتحرير المساحات واسعة في المحافظة وباتت قواء العدوان تلفظ في الساعة الأخيرة وتربب كبير لمعركة الحاسم المعركة الغاصلة التي بلا شك تحرر مدينة مأرب وتطرد مرتزقة العدوان من المعقل الأخير لهم في محاوظة مأرب وإلى الأبد بإذن الله وبواتنا تتأهب وعلى استعداد كامل لتنفيذ هذه المرحلة خصوصا في حال رفض ضواء الأدوان لجميع مبادرات السلام وأيضا تعنتها وإصرارها على تعريض المدينة للحرب كنا نود أن تجنب مدينة مأرب الحرب لما لها من أهمية وبنها تحقي ومساعدة الحيوية لكن بواء العدوان لماذا أستاذ عبدالله حتى الآن نعم هل تسمح لي حتى الآن إلى أين ذهبت المشاورات محاولة التسويات ماذا عن موقف القبائل أتحدث بداخل مدينة مأرب لم تصل إلى أي تسويات مع الجيش اليمني واللجان الشعبية ولماذا هل بضغط من التحالف السعودي نعم بواء العدوان هي لم تمتلك قرارها قرارها ليس بيدها ولا هي في اللحظات الأخيرة وتدرك أن المعركة باتت محسومة لكنها لا تمتلك قرار الانسحاب أو قرار تجنيب المدينة الحرب والقبول من مبادرات خصوصا أن هناك مبادرة قدمت وهي مرضية لجميع الأطراف ولقيت ترحيب كامل من أبناء مأرب نتحدث عن مبادرة السيد عبد الملك الحوثي نعم مبادرة قاعدة السيد عبد الملك الحوثي حفظه الله قدم مبادرة منصفة تلبي جميع تطلعات أبناء مأرب وأيضا يقول لأبناء مأرب الحق في إدارة المحافظة في أنفسهم وإخراج جميع القوات الاحتلال والقوات الأجنبية وقوات المرتزقة من هذه المدينة ويتولى إدارتها إدارة مشتركة من أبناء المحافظة لجميع هذه المبادرة ترحيب خصوصا في أوصات قبائل مأرب القبائل الأصيلة لأنها تلبي تطلعاتهم وتشركهم في السروة وأيضا في السلطة بعد عقود من الحرمان والتهميش لكن القرار هو بيد الأقوان جماعة الأقوان المسلمين التي سلمت قرارها لتحالف العدوان السعودي نفهم منك أستاذ عبدالله بالمعنى العسكري الأمور تتجه إلى الحسم فيما يتعلق بمدينة مأرب ليس هناك من أي بوادر أمل لتجنيب المدينة هذا الصراع العسكري في حال أصرت قواء العدوان وهي لا تزال مصررة حتى النحظة وترفض جميع مبادرات السلام تتنصل منها في حال أصرت في المعركة شبه محسومة لكون الجيش واللجان الشعبية بدأت استكمل تسيطر على أغلب الأسلات الجبلية والسباب والمواقع المطل على هذه المدينة ولم يعد سوى معركة الاقتحام للمدينة والجيش واللجان الشعبية هم حريصون أكثر حرصا على تجنيب المدنيين على الويلات الحرب وويلات ما ينتج عن هذه المعارك وبلا شك لديهم خططهم العسكرية التي بإذن الله ستثمر في تحرير مدينة مارب وتجنيبها تجنيب السكان والمدنيين ما ينتج عن هذه المعارك من الحروب ولديهم تجارب وخضرات سابقة خصوصا عندما تم دخول العاصمة صنعا وفي ذلك في عمران لم نرى سقوط أي مدنيين وبإذن الله في هذه المعركة أنه في حال أصرت قواء العدوان ورفضت جميع المبادرات فإن دخولها سيكون بإذن الله عشريا وسيحرصون جدا على تجنيب المدنيين وهناك تصمينات كبيرة بالنسبة لأبناء مارب وللمدنيين لأنه لم يمسهم أي سوء أو مقروه ورأينا تجربة فريدة ونموذجية في المديريات التي تم تحريرها هناك تعايش كبير واستجابة كبيرة من الجيش واللجان الشعبية مع أبناء المناطق هذه المناطق المحررة وتعاون وانتجام كبير وتشهد أمن واستقرار غير مسبوب شكرا جزيلا لك أستاذ عبدالله الشريف على مجمل هذه التطورات التي أطلعتنا عليها مدير مكتب الإعلام في محافظة مأرب كنت معنا عبر الهاتف أستاني في الحوار معك جنرال انطلاقا مما ذكره الأستاذ عبدالله الشريف نتحدث عن ساعات أو أيام حاسمة لدخول المدينة حتى الآن لا يبدو من اتفاقيات كما جرى مع باقي القبائل بمحيط السد يبدو على ما يبدو إذا ذهبنا بالخريطة وأنت يمكن أدق بها لتطلعنا أين أصبحت هذه القوات وإذا ما استمرت هذه العملية العسكرية بطبيعة الحال إلى داخل المدينة يعني نتكلم وفعا الخط الأحمر هو الحدود تقريبا خطوط التماس بين وحدات الجيش واللجان الشعبية باتجاه داخل مأرب الأسهم الزرقاء هي عبارة عن احتمالات لمحاور للهجوم باتجاه مأرب سيناريوهات أو خيارات يعني محاور نستطيع أن نقول محور أساسي هو يتم العمل عليه الآن من اتجاه الجوبة في هذه المنطقة محور باتجاه منطقة البلق الشرقي النقع والفليحة والبور هناك معارك تجري حاليا هناك كما يبدو تسلل لمجموعات مشات من الجيش واللجان الشعبية أيضا هناك إمكانية لاستعمال محور من معسكر مأس باتجاه مأرب وأيضا هناك إمكانية للانطلاق من طريق مأرب صنعاء عبر يعني غرب البلق الشرقي والدخول في مناطق وادي مأرب تقريبا مع احتمال كما نشاهد أن يكون هناك محور واسع لمحاولة تضييق الخناك وقطع الطريق حضرموت مأرب هذه الاحتمالات هذا الاحتمال الأبعد يمكن أن نتحدث عن نسافة طويلة هذا أبعد كمسافة ولكن ربما يكون الأقرب كاحتمالية أو كأمكانية لأنه كما يبدو هناك حتى الآن لا يوجد قرار بالدخول عنوة أو بطريقة صادمة إلى مأرب استندا لوجود نتكلم أكثر من مليون مدني ما زال في المدينة هذه النقطة التي يعمل عليها الآن المناورة الممكن الممكنة قد يكون هو في تضييق الخناك أكثر في هذه المنطقة وقطع الطريق الشرقية باتجاه حضرموت هذه النقطة أساسية إذا لم يكن هناك تجاوب كامل مع القبائل داخل المدينة أو مع مجموعات الإصلاح التي هي حتى الآن مشرزمة وقرارها مشرزم يعني الاحتمالات التي شرحناها من معسكر ماس أو من اتجاه البلق أو من اتجاه الجوبة العمود نقطة الفلج أو من اتجاه البلق تدور فيها سلسلة هذه الجبال تدور فيها الاشتباكات هناك اشتباكات في سلسلة الجبال من المناطق تقريبا الشرقية في منطقة النقعة والفلايحة في هذه المنطقة الاشتباكات هي مازالت قبل السلسلة البلق يعني قبل نقطة الفلج والمحاور الباقي هي الآن هادئة هناك لا يوجد اشتباكات ولكن هناك جهوزية كاملة وانتشار جاهز بمجرد ان يتخذ القرار واعتماد اي محور جميع المكونات او القدرات او الاليات العناصر المشاهد جميعها جاهزة على هذه المحاور بمجرد ان يكون هناك قرار بالدخول الى المدينة لن يأخذ الموضوع وقتا طويلا سوف يكون هناك بدء بالمهاجمة في استعداد لوجستي وعسكري استعداد كامل على الخطوط النهائية للمعركة هذه النقطة الاساسية الآن ان جميع المحاور هي جاهزة بمجرد ان يتخذ قرار ربما نشاهد اكثر من محور ينطلق في نفس الوقت اذا كان هناك قرار بتوسيع العمليات وجعلها تشمل جميع النقاط الداخل المدينة وداخل مديرية الوادي التي مطبطة معها نتحدث عن مساحة 17 ألف كيلومتر مربع مساحة مقرب هذه المحافظة بكاب مع المديريات كاملة ولكن نتكلم عن مساحة قليلة لا يتجاوز الألف كيلومتر تقريبا بين مدينة ومنطقة الوادي الأغلبية أكثر من 90% من محافظة مقرب هو أصبح محررا تقريبا ساقط عسكريا يمكن القول هو محرر يوجد جيش ورجان وفي كافة المديريات 12 مديرية من أصل 14 مديرية الباقي فقط مديرية المدينة ومديرية الوادي أستاذ عبد الرحمن نحن نتحدث عن ما تعرف بالعاصمة الثالثة بمخزون الثروات بالأهمية التاريخية ببعدها الاستراتيجي لهذه المعركة نحن نتحدث عن معركة ممكن أن تؤثر على مسار الحرب اليمنية بأكملها كيف يمكن أن نصنف اليوم معركة مأرب ولا سيما في حرص من قبل الجيش اليمني اللجان الشعبية على دخول هذه المعركة وإن كان بتسويات حفاظا على أرواح المدنيين أيضا باتفاقيات معينة مع القبائل مسألة ماذا تحرير مأرب فقط مسألة وقت أو مسألة ما يتم الحديث عنه بتسويات سياسية هل صحيح ذلك أم أن القرار السياسي القرار العسكري متخذ والتحرير نتحدث فقط عن ساعات أو أيام طبعا أنا لا لا أفترض ساعات أو أيام لكن أؤكد بأن مسألة معرب وتحرير معرب مسألة محسومة تماما عسكريا سواء حصل اليوم أو غدا أو بعد غدا يعني المسألة محسومة تماما والقرار متخذ يعني منذ فترة القوات المسلحة تتبع استراتيجية القضم البطين صح التوصيف لا يكاد يمر يوم أو نصف يوم إلا ويتها تتقدم القوات المسلحة وتحرر وتستعيد مواقع جديدة باتجاه مدينة مأرب وباتجاه مديرية ما تبقى من مديرية محافظة مأرب وهي كما ذكر العميد شارل أبو نادر مديرية الوادي ومديرية مدينة مأرب مسألة مأرب يجب أن يكون معروفا مسألة محسومة تماما كانت هناك فرصة للأطراف التي تقاتل الآن في مدينة مأرب والأبرز هم الأخوان المسلمين وجماعة الأخوان المسلمين ومعهم طبعا جماعات القاعدة وداعش التي اتجهت من البيضاء ومن شبوة في وقت سابق إلى مدينة مأرب وتشارك في عدد من الجبهات كان يجب على هذه الأطراف ومن معهم طبعا من بعض المشايخ الذين انخرطوا في تنظيم الأخوان المسلمين منذ وقت سابق أن تعرف أن المبادرة كانت فرصة جيدة لأن تحافظ على ما تبقى لها من وجود شريطة أن تلتزم بما ورد في المبادرة وهو عدم استخاذ مأرب كمركز وتحشيد عسكري باتجاه العاصمة السنعاء وباتجاه المحافظات الأخرى وأيضا عدم اتخاذها كويكرا للخطف وأيضا نهب المسافرين وخطفهم من الطرقات وغيرها من النقاط التي أوردتها المبادرة التي طرحها قاعد الثورة على الوفد العماني لكن رفضت هذه المبادرة الآن تحول موقف القبائل في محافظة مارب بشكل عام حتى داخل مدينة مارب موقف القبائل موقف مشرف إنما لأن هناك عدد كبير من المعسكرات وهناك سطوة أمنية داخل مدينة مارب من قبل جماعة الإخوان المسلمين ومن قبل أدوات العدوان تقريبا لم تستطع هذه القبائل الموجودة داخل مدينة أن ترفع صوتها بالقدر المطلوب لكن موقفها سيكون موقف حاسم في تحرير مدينة مارب وهناك ترتيبات أعتقد بهذا المستوى وبهذا الخصوص مع القبائل داخل مدينة مارب لن يتغير موقف القبائل داخل مدينة مارب عن موقفها في جبل مراد وفي الجوبة وفي العبدية وغيرها وانتم شاهدتم لقاءات التي عقدت في صنعاء بين أبناء مديرية العبدية وهناك أيضا وفد من مديرية جبل مراد موجود في صنعاء حاليا ويتم هناك تشاور هذه المواقف كان لها الدور البارز في تحرير مديرية جبل مراد والجوبة والعبدية وسيكون لها أيضا دورا في تحرير مدينة مارب المعركة لا أعتقد أنها ستستغرق كثيرا لكن الاستراتيجية التي يتبعها وتتبعها القوات المسلحة استراتيجية القضم البطيعة الآن باتت القوات المسلحة كما ذكر لها عبدالله الشريف وهي تتجه من ثلاثة مسارات نحو تحرير مدينة مارب باتت على مشارف وتخوض حاليا معركة تحرير البلغ الشري والبلغ الأوسط والبلغ الأيمن أو الأيسر عفوا أو البلغ القبلي أو ما يسمى بالبلغ القبلي هذه المعركة الآن مستمرة بمجرد أن يتنتهي القوات المسلحة من تحرير البلغ ستكون المعركة مباشرة داخل مدينة مارب لن تستغرق المعركة طويلا وقد رسالة القوات المسلحة رسائل تطمين لأبناء مدينة مارب بأنها ستعمل على تأمينهم منذ اللحظة الأولى وهي تعد لهذا يعني لن ترسل هذه الرسالة إلا وهي تعد لهذه المهمة نعتقد بأن ما حصل في 21 سبتمبر 2014 سيكون شبيها به ما سيحصل في مدينة مارب أولا القوات المسلحة تعمل حسابها للأرواح وأيضا للخسائر في ممتلكات المواطنين وأيضا لا تريد أن تخوض معركة شوارع في نفس الوقت أيضا هي أطلقت الكثير من المبادرات من ضمنها دعواتها المتكررة للمغرر بهم بإلقاء وترك السلاح وهذه مبادرة مهمة يجب أن يلتفت لها من انخرطوا في صفوف مرتزقة العدوان ومن من لا يزالون يقاتلون داخل مدينة مارب بأن هذه فرصتهم لترتيب أوضاعهم لأن المعركة خاسرة بكل المجايش تحرير مدينة مارب بات قرارا محسوما لا رجعة فيه نعم شكرا على كل هذا الوصف الدقيق بتابعات وبما يجري في معركة مارب ولكن للأسف انتهى وقت تغطيتنا لليوم كان لدي سؤال أساسي لك جنرال ولكن انتهى الوقت يمكن غدا أو في الحلقات المقبلة فيما يتعلق بالسلاح الجوي أو الإسناد أدخلت الأف 16 الأمريكية التي قيل أنه يمكن أن تساهم بعرقلة هذا التقدم بالنسبة للجيش سنتابع تفاصيل هذا المعطى بطبيعة الحال ومعطيات أخرى ولكن في الأيام المقبلة شكرا جزيلا لك محل الميادين لشؤون الأمنية والعسكرية الجنرال شارل أبي نادر الشكر موصول لك أستاذ عبد الرحمن الأهنومي رئيس مجلس إدارة المؤسسة أو مؤسسة التورة للصحافة معنا كنت من أصنعات الشكر الأكبر لكم مشاهدين الأكارم مع لطيب المتابعة مقرب تتحرر لليوم انتهت في أمان الله اشتركوا في القناة